بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ومع الجزء الخامس من الدرس الخامس حول بعض الصيغ الخاصة للتحليل فعندنا مثلاً هذه تسمى صيغة Perfect Square أو المربع الكامل تكون مربع العدد الأول U تربيع مربع العدد الثاني V تربيع الأول في الثاني في الثنين اتنين UV فإذا وجدنا مقدار ثلاثي فيه حدان الحد الأول والثالث مربع لحدود معينة والحد الأوسط هو ضعف حاصل ضرب جذر هذين الحدين في بعضهم البعض كان التحليل هو يوزئد V تربيع وبالمثل إذا كانت الإشارة سالبة هذا Perfect Square أيضاً فإشارة الحد الأوسط تشبه إشارة الحد الموجود في القوس المربع إذا كانت هنا مجابة، كانت هنا مجابة، ولو هنا سالبة، كانت هنا سالبة لكن باقي القاعدة ثابتة أن الحد الأول مربع، الأخير مربع الحد الأوسط هو الحد الأول في الثاني في الثنين النوع الثالث هو Difference of Square الفرق بين مربعين يو تربيع ناقص بتربيع قوسيني جاذر الأول وجاذر الثاني مرة نضع بينهما إشارة سالبة وأخرى إشارة موجبة وأحب أن أنوأ أنه ليس هناك ما يسمى مجموع مربعين لا يوجد تحليل مجموع مربعين في الأعداد الحقيقية قد يوجد هذا في الأعداد التخيلية هناك فرق بين مقعبين ومجموع مقعبين بخلاف الفرق بين مربعين لا يوجد هناك ما يسمى مجموع مربعين لكن في المقعبين يوجد فرق ومجموع فالفرق بين مقعبين نأخذ أولا الجاذر التكعيبي للعدل الأول U والجاذر التكعيبي للعدل الثاني V والإشارة التي بينهما هي نفس إشارة فإذا كان هنا فرق كانت سالب وإذا كان مجموع كانت موجب ثم نكون القوس الكبير من القوس الصغير كيف؟ العدد الأول هو مربع العدد الأول هنا في U مربع U تربية والأخير أيضا هو مربع العدد الثاني V تربية المشكلة هنا في الحد الأوسط هو حاصل ضرب العدد الأول في الثاني U في V بعكس الإشارة فلو كان فرق بين مقعبيني كانت هنا موجب وإذا كان مجموع مقعبيني كانت هنا سالب ومع أمثلة X تربية زائد 6XY زائد 9Y تربية نلاحظ أن هذا المقدار مربع وهذا مربع لو أخذنا جذر هذا هو X وجذر هذا 3Y لو ضربنا الأول في الثاني 3XY في 2 6XY هو الحد الأوسط إذن هذا المقدار هو مربع كامل مربع كامل يعني نأخذ جذر الأول وهو X وجذر الثاني وهو 3Y داخل كوس ونعطيه تربية وبالنسبة للإشارة الإشارة التي بينهما هي إشارة موجبة تشبه إشارة الحد الأوسط هنا 6XY إشارتها موجبة فهنا تكون أيضا موجبة المسألة الثانية نرى أن هذا مربع وهذا مربع فجذر هذا 3X وهذا 2Y فهو فرق بين المربعين بينهما إشارة سالبة ففرق بين المربعين إذن قوسيني نضع جذر العدد الأول 3X والثاني 2Y في القوسيني بينهما إشارة سالب مرة وبينهما إشارة موجبة مرة أخرى الآن مع 8M تكعيب ناقص 1 نلاحظ هنا أن 8 هي 2 تكعيب وM تكعيب أيضا عدد مكعب والواحد أيضا هو عدد مكعب ومربع ويقبل أي أس فواحد أس أي شيء يعطي واحد فإذن هذا الواحد يمكن أن نكتبه واحد تكعيب إذن يمكن تحليل هذا المقدر أنه فرق بين مكعبين هذا مكعب وهذا مكعب وبينهما إشارة سالب أي أنه فرق بين مكعبين إذن كيف نحلله في البداية نأخذ الجذر التكعيب للأول 2M وكذلك الثاني بينهما نفس الإشارة سالب ثم نكتب القوس الكبير وهو مربع الأول 4M تربيع ومربع الثاني هنا واحد هذه الأعداد دائما موجبة الحد الأوسط هو الذي يخالف كيف نأتي به الحد الأول في الثاني فقد دون تضعيف أي أنه 2M في 1 2M كيف تكون إشارة مخالفة إذا كانت هذه سالبة كانت هنا موجبة كما ترون في الحل الذي أمامكم المسألة الأخيرة X تكعيب زائد Y تكعيب زد تكعيب تلاحظ أن هنا أيضا هذا مقدار مكعب وهذا مقدار مكعب بينهما إشارة موجبة إذن هذا هو مجموع مكعبين فيكون القوس الأول الصغير X زائد Y زد والقوس الكبير مربع الأول X تربيع مربع الثاني Y تربية Z تربية هذه دائما موجبة أما الحد الأوسط يكون عكس الإشارة هنا موجب إذن هذا سالب هو حصل ضرب الحد الأول في الثاني X Y Z